لا جديد تقريبا في موقف مجلس الامن حيال تطورات الحرب في اليمن لم تكشف جلسة المناقشات التي عقدها المجلس شيئا من جديد المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين جريفث الذي عاد للتو من عدن وصنعاء بعد لقاء أجراهما مع الرئيس هادي والحوثيين في ظل تصريحات متفائلة أثارت اهتمام المراقبين فقد كرر المجلس في الإعلان الذي اعتمده خلال جلسته المخصصة لمناقشات الوضع في اليمن كرر دعوته الروتينيا ذاتها للأطراف كافة بالانخراط بشكل بناء في جهود الأمم المتحدة للمضي نحو حل سلمي وتمسكه كذلك بموقفه الذي يؤكد ضرورة أن يبقى ميناء الحديد والصليف مفتوحين ويعملان في أمن تام بالنظر إلى الأزمة الإنسانية الخطيرة المستمرة خصوصا أن المساعدات الإنسانية الدولية بنظر المجلس تصل إلى هذين الميناءين دعوة تبقى في طور العمومية كما يرى المراقبون خصوصا وأن مجلس الأمن لم يحدد بوضوح الكيفية التي سيبقى فيها هذان الميناء المفتوحين في ظل المعركة المفتوحة الدائرة في محيطهما وبحسب الإعلان فقد استمر أعضاء مجلس الأمن أيضا في تأكيد دعمهم الذي لا لبس فيه لجهود المبعوث الأممي وتأكيدهم كذلك أن الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في اليمن قدم المبعوث الأممي تقريره عبر الفيديو في مؤشر على أن جريفث لم يجد ما يستحق أن يحمله إلى نيويورك بما يتفق مع تزامه المعلن أمام المجلس بإنجاز إطار عمل لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية أخذا في الاعتبار استنفاذ المبعوث الأممي للمدة الزمنية التي قطعها على نفسه أمام المجلس تختلط الأوراق على نحو ملحوظ بالتزامن مع التحركات التي يبذلها المبعوث الأممي في الوقت الذي ينفتح أفق الحديدة على تطورات دراماتيكية بينها اندلاع معركة وشيكة تفتقد إلى الأرضية المفترضة من التفاهم بين التحالف والشرعية وهو المعطى ذاته الذي يراه المراقبون سببا في تجدد التوتر بين الشرعية من جهة وبين الأدوات السياسية والعسكرية المرتبطة بأجندة أبو ظبي لمحاولة جديدة على ما يبدو لتقويض البيئة السياسية للشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ترجمة نانسي قنقر